أهلا بكم كعادتي كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوتروس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة لناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأبو الأقداس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلوا الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقداس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء كانت ثمرة العنصر الحلول القوي لروح الله على الجماعة المسيحية الأولى أن العديد من الأشخاص قد شعروا بأن قلوبهم قد اخترقها الأعلان الفرح للخلاص بالمسيح وتبعوه بحرية فارتدوا ونالوا المعمودية باسمه وقبلوا بدورهم عطية الروح القدس يخبرنا الإنجلي لوقع عن هذا الأمر إذ يظهر لنا كنيسة أورشليم كالنموذج لكل جماعة مسيحية إن رواية أعمال الرسل تسمح لنا بأن ننظر عبر جردران البيت الذي كان يجتمع فيه المسيحيون الأوائل كعائلة لله فسحة لشركة المحبة بين إخوة وأخوات في المسيح وإذا تفحصناها في داخلها يمكننا أن نرى أنهم كانوا يعيشون بأسلوب دقيق كانوا يواظبون على تعليم الرسل والمشاركة وكسر الخبز والصلوات إن المسيحيين يصغون باستمرار إلى تعليم الرسل ويعيشون نوعاً راقياً من العلاقات الشخصية حتى من خلال شركة الخيور الروحية والمادية يقيمون تذكار الرب من خلال كسر الخبز ويحاولون الله في الصلاة بعكس المجتمع البشري حيث يميل المرء إلى تحقيق مصالحه بغض النظر عن الآخرين أو حتى على حسابهم فالكنيسة إذن هي الجماعة القادرة على أن تتقاسم مع الآخرين لا كلمة الله وحسب وإنما الخبز أيضاً لذلك تصبح مصدر بشرية جديدة قادرة على أن تحول العالم وتبعث في المجتمع خميرة العدالة والتضامن والشفقة ولأنها تختار درب الشركة والانتباه للمعوزين يمكن لهذه الأخوة أن تعيش حياة لترجية أصيلة لأن اللترجية ليست إحدى الجوانب العديد للكنيسة بل هي ما يعبر عن جوهرها وفي الختام تذكرنا رواية أعمال الرسل أن الرب يضمن نمو الجماعة أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنرفع صلاتنا إلى الروح القدس لكي يجعل من جماعاتنا أماكن تقبل وتعاش فيها الحياة الجديدة وأعمال التضامن والشركة أماكن تكون فيها الاحتفالات اللترجية لقاء مع الله وتصبح شركة مع الإخوة والأخوات أماكن تكون أبوابا مفتوحة على أورشاليم السماوية المترجم للقناة تذكروا على الدوام أن هذا هو أسلوب عيش الجماعة المسيحية تناغم وشهادة فقر واعتناء بالفقراء ليبارككم الرب